السلام عليكم متتبعين قناة خليد الهريم دائما في سلسلة القانون المالية في سلسلة القانون المالية كان مطابقة التسجيل مطابقة التسجيل تسجيل مطابقة التسجيل مطابقة أسعار واجب التسجيل بالنسبة لجميع العقود إسناد المحلات والأراضي من طرف التعاونيات أو الجمعيات وذلك بتطبيق الواجبات النسبة وفق القواعد العامة جاربها العمل ضمان استخلاص الضرائب والرسوم متقلة بهذا العقار والتي تستفيد منها الجماعات الترابية والمتمثلة في رسم السكن ورسم خدامة الاجتماعية ورسم على الأراضي الغير مبنية وذلك بالتنصيص على أنه في حالة تفويت عقار يتعين على العدول أو الموثقين أو المحاميين المقبولين للترافع أمام محكمة النقد أو أي شخص آخر يمارس مهام توثيقية ألا يحرر أي عقد إلا بعد الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تتبيت أداء حصص الضرائب والرسوم متقل بها برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته وكذا السنوات السابقة وذلك تحت طائلة إلزامهم على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة بآداء الضرائب والرسوم متقل بها بهذا العقار أن يضمنوا في العقود التي يحررونها رفع القيد في استجل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية ويطبق هذين التدبيرين ابتداء من فاتح يوليوس في عقود اخوة الكرام الجديد في هذا القانون المالي هو بأن التعاونيات والجمعيات لا تبقى لديهم 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 القانون لأن الجمعيات يقول لك لدينا الانتقال وتجيب واحد الاتيقاء هذا 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 تبقى تسجيل تخلص 4% أو 5% على حسب يا حضارية يا قراوي كيف تبقى لديهم يمكنك دولة كانت تسمح لديهم دباتهم دخلوا في النظام العام هذا هو برميلة نفوطة ولكن هنا واحد نفوطة أخرى هي أي عقارة يتبع أو يتحول من الملكية ممنوع الملكية هذه تفويت هذا أو لا البيع حتى تخلص هذا الشيء اللي فيه بمعنى كان هزوش هذا الملكية مقياد 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 خاصة كل ما يتعلق بالدراع الدولة عندك الدراع الجماعات عندك قاعد الرسم والخدمات الاجتماعية عندك على الأراضي الغير مبنية أو عقار كما يريد يكون وهنا تحملوا المسؤولية لمن اللي هدون الموتيقين المحاميين مقبولين لدى محكمة النقد ماشي المحامي العادي إخوان باش ماتتلفوش الله يجازيكم باخير اللي عنده الحق يدوز تجارة يفوت بين ملك أي عقار كما يريد يكتبوا محامي مقبول لدى المجلس الأعلى هدك هو أمام محكمة النقد محامي مقبول لدى مجلس الأعلى هو الإنسان اللي ممكن تمشيه عنده ما بقوش تمشيه عند شي محامي اخر اللي يقولك أنا ندوز لك العقار العقار باتاتا ممنوع يدوز من عند شي محامي إنما كانش مقبول لدى المجلس الأعلى لأن هذا في الجرائد ليس شي شي دفع شي إخوان محاميين لنسا أولا السلامة لدي هذه معلومة الإخوان العقار اللي عنده الحق يكتبوه لعدول موطيق أولا محامي مقبول لدى المجلس الأعلى لنفوط اللي كينا وما زال ما عرفناه شناية هي أو أي شخص آخر يمارس مهامة توتيقية هاد النقطة هادي تنطلب من الناس لي خرجوا القانون هادا يفسروا هادا شكون هاد الناس هادو تنطلب من الناس كنظن على حسب المعلومات ديالي كنظن بأنهم الوكالاء العقارين لساجون إيموبيلي السماصر اللي عندهم قوانين ديالهم الرسمية اللي عندهم بروات ديالهم عندهم الرجيسترد كوميرس ديالهم ولكن هادو هادو امتا قدي تكون النهار تعطيهم الدولة بطاقة المهنية لماذا الدولة مخرجتاش ولكن انا بالنسبة لي على حسب القراءة اللي كنشوف هادا تلميح ديال الدولة بانه هاد القانون ديال الوكال العقاري غادي خرج قبل يوليوس الفين أربع وعشرين هادا بالنسبة للقراءة ديالي ولكن دائما كنقول بانه خاص الناس اللي داروا هاد هاد القانون المالية يفسرون هذا الموضوع هنا كاعدة وحد الشرط ان لا يحرروا اي عقد الا بعد الادلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبيتوا اداء حصص ضرائب الرسول متقنة بهذا الرسم هنا اي وحد غادي يجيب لك شهادة لكي تبتل بيع وشرة ممنوع منع كل يندوز هادا سوف يدير تجارة بين واحد وواحد يهز وطائق وانتلاقي انا ويقعد نوطيرون بيعون شري وببقعتش لماذا؟ كي قولك سير جيب لي اخويا الضرائب ديال الساكن واش خلصيها كاملة الضرائب ديال الجامعات الحضارية واش خلصيها كاملة واش كيتسالك شي حاجة قديمة في الضرائب باش تجيب لي الامالوفي هادك الامالوفي هي اللي كان ضم داخل فيها هاد اي شخص يمارس مهم التوطيق لانه غادي يمشي يجري وباش غادي يمشي يجري بتوكيل باش يجمع لك الوطائق عاد دخل عاد النوطير اما النوطير اللي ما دخلتش عنده هو عندك الوطيقة ديال ابراع دم طريبية ميدوو الشلق لبيع وشري اذا خاص الناس غيرين اللي غادي يمشي ويجري باش يخديو ذاك السيرفيس يقديوه وبيان تمشي تقديه الراس كنت تخلص على راس وتفضي وبيان كتعطيه هاد الناس هادو اللي اللي مدكورين فهذا القانون هادا اللي كانت سنو الدولة تفسرنا وشكونا هما واللي صعي في هاد الموضوع هادا هو يلادي مشيتي عند النوطير ودوز سيلافير ودوز لك البيع وشاريه هادا دوز لك البيع وشاريه ودوز لك البيع وشاريه ودوز لك الروجيس الاسميتو الشهدات الملكية من البيع للشاريه ودست وجاء ودوز لك الزين مستقبلية وداك had the charges وشهد الفلوسه لا شاف حالو شكو الله كي حصل فيها كي حصل فيها النوطير شنو كي قلنم كي قلنم كده سنوات السابقة ودالك تحت طائلة إلزامهم وجه التضامن مع الخاضع للضريبة بأداء الضريبة والرسوم المتقلة بهذا العقار إذن قبل أن يمشي دوز أو للعدول أو للمحامي مقبول لدى المجلس الأعلاء يمشي دوز لك ذاك الوثيقة ديرك من شهادة الملكية دير البائع إلى شهادة الملكية دير الشارع وما دارش الإبراء الضريبة على حقوق طريقه بسا شي حاجة يقدمش يجيب الإبراء الضريبة من دار الضرائب ولكن ما جابش ديال الجامعة وما جابش ديال السكنة وما جابش حويج خورا لا تقصد دريتي ما جابش بزر ديال الحويج ما هو ذاك؟ يقولون لي فاش يجيو يطالبو نوطيخ فلوسهم لأنه المحصل ديال الضرائب ما تشدش فلوس من عنده ذاك السيطة يقولون لي ما كان عارفوش هتخلصنا انت انت لا تحمل مسؤوليتك وهذه هذا برميلين وفوطي اللي ولو كينين إذا الإخوان أردو باركم قبل ما تمشوا مع النوطير مشيوا في ريفيو وريقتكم وعرفوا شنو كين لأن النوطير احتوى ولا متابع ومحصور هنا أن يضمانوا في العقود التي يحررونها رقم القيد في السجل رقم السكن ورسم الخدمات الاجتماعية حتى ذاك الوثيقة اللي قد يدوز لك النوطير خاص يكتف فيها نوطير للعلاء رقم السادس وإلا كانتك بخص적인 thanks يجب أن يتساعدون أشياء ويجب أن يتساعدون أشياء ويجب أن يتساعدون أشياء هذا هو لا نفوطي لا نفوطي بالنسبة للوكلاء العقاريين نظن أن القانون الوكلاء العقاريين يجب أن يخرج قبل لأن هنا أي شخص آخر يمارس مهم التوتيقية بالنسبة للعقار هو الوكيل العقاري في العالم كامل هو الوكيل العقاري هناك النطخ هناك العدول بلد إسلامي هناك المحامي مقبول لدى مجلس الأعلى هناك الوكيل العقاري لأن الوكيل العقاري يجب أن يكتب ويجب أن يكتب واحد بالبيع وكان يطلب من الجهة المسؤولة التي ستخرج قانون الوكل العقاري طبقا لهذه القرار القانون المالية يخرجوا نموذج وعد البيع يكون عام لا على النطخ لا على العدول لا على المحامي لا على الوكيل العقاري لا على المحامي طبقا القوانين لصدراتها وزارة المالية ودار الدرائب وكذلك الوثائق الإيجار هذا هذا يكون موضي الوحد فيه اللوغو إدارة الدرائب واللوغو الخاضع إلى التوطيق يا عدلي يا موطيق يا محامي يا وكيل العقاري بالتوطيق 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 مقترح الجهة المسؤولة وكنتمنى من الإخوان يكونوا صعبوا هاد الأمور اللي كانت رعليها لأنها سيصون دينو وطيح والجداد اللي يعرفهم الإخوان وانتمنى دائما مختصين يزيدوا يفسروننا مختصين في الميدان يزيدوا يفسروننا باش نزيدوا ونفهموا شكرا لكم وانتمنى من هذه الإخوان تصحوا السلامة وإلى فرصة قادمة وما تنسونش دائما بالتعم والدور دينا هما نوصلوا المعلومة وهذه المعلومة تمنى من الناس المختصين يشرحوها السلام عليكم وإلى فرصة قادمة إن شاء الله دائما معكم خليج الهريم وكالعقاري مدينة الدار البيضاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر